موسيقى هاي افريبادي هاواريو اهلا بيكم من جديد متابعين القناة ميز انجليزي معدل النهاردة ان شاء الله مع ابطال سادسة ابتدائي ومنهك كونكت سيكس من كتاب الباهر النهاردة ان شاء الله هنعمل مراجع على جرامر يونيت 7 الوحدة السبعة نبدأ بسم الله جرامر يونيت 7 الوحدة السبعة منهك كونكت سيكس ابطال سادسة ابتدائي من كتاب الباهر بتكلم عن verb to be يعني فعل يكون in the best يعني في زمن الماضي طبعا احنا كلنا عارفين verb to be او الفعل بي بي معناه يكون بي معناه يكون بي ده لما اجي اتكلم عنه بيتكون من am و is و are am يعني اكون is يكون are يعني يكونه بس ده في زمن present زمن المدارع انا نهاردة مش عايزها في المدارع يعني مش عايزها في المدارع يعني مش عايزة verb to be وبتكون من where was معناها كان where معناها كان طب تعالوا نشوف was بيجي معه اي من الضمائر و where طبعا اي انا he هو she هي it الغير العاقل واي اسم singular مفرد لازم يجي معه was يعني كان يبقى i was he was she was it was واي اسم مفرد بيجي معه was انما where بيجي معه they were هم كانوا you were انتم كنتم طب we were نحنو كنا واي اسم plural اسم جمع بيجي معه where they were you were we were واي اسم جمع بتحط له اس الجمع طب تعالوا نشوف الامثلة اللي عندي بيقول i was at school yesterday انا كنت في المدرسة امس طبعا الجملة كلها في زمن الماضي عشان was وعشان كمان yesterday طب الامثلة اللي تحت بيقول they طبعا هنا they عشان احنا بنتكلم في المواضي مش هنقول they are لا هنقول they were هم كانوا at school yesterday هم كانوا في المدرسة امس طب لو انا استخدمت النيجاتف يعني نيجاتف يا سنة ستة نيجاتف النفية اول ما اشوف was احط لها not واشوف where احط لها not يبقى wasn't weren't was not تبقى wasn't where not تبقى اسمها weren't زي الاكزامبلز اللي عندك i wasn't a student انا ما كنتش تلميز at the local school في مدرسة محلية طب التانية they weren't popular bits دان نتكلم ازان انا اكون سؤال was او where السؤال اللي اول was والسؤال اللي اول where بيكون معناه هل هل بس في زمن الماضي هل كان او هل كنت يبقى لما ابدأ السؤال was او where يبقى السؤال معناه هل يعني الاجابة هتبقى yes او no نعمل بعدها عملية المقص زي ايه was there a lot of ماميز هل يوجد كثير من المميات طبعا هتقول yes وتعمل عملية المقص ما بين الكلمة الاولى اللي هي where والكلمة التانية اللي هي there يبقى yes there were او no there weren't وطالما no في الاول نخط not في الاخر يبقى الاجابة yes there were او no there weren't لازم no وnot في الاخر الجزء الثاني من grammar unit 7 الوحدة السابعة وهو بتكلم عن proposition of place يعني حروف الجر للمكان عندي شوية حروف جر كده لازم نقراهم ونفهمهم معناهم يعشان نستخدمهم دلوقتي في الاسئلة correct عندي على طبعا اخدناها on on in يعني في in front of يعني امام خد بالك in front of اولها ان وبعدها in front of يعني امام وقدام بين between 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 لازم اول ما قول between لازم يجوارها مكانين او اكتر بين between under under يعني تحت next to next بجمعها to لان وجود to هو اللي هيخلي السؤال يتحل next to يعني بجوار وعندي behind يعني خلف behind on على in في in front of يعني امام between بين بين under تحت next to بجوار او بجانب behind يعني خلف طب انا هستخدم حروف الجر دي مع ايه مع عادات استفهام اسمها where طب اكوني عارفين where معناها اين ودي بتستخدم مع الاماكن عادات استفهام اسمها where اين بتستخدم مع الاماكن اول example زي مع حضرتك شايف بيقول where is the cat where is the cat اين القطة it's on the box it's on the box يعني انها على السندو طب اسؤال بعد كده where is the cat اين القطة هنا يبقى it's in front of the box يعني هي امام السندو it's in front of the box امام السندو طب where is the cat اسؤال التالت اين القطة برضو it's between the boxes يعني انها بين السنة دي it's between بين the boxes اللي هي السنة دي يلا بينا نحل براكتس صغير من كتاب الباهر عن حروف الجر السؤال بيقول choose the correct answer from a p c or d السؤال بيقول the ancient Egyptians المصريين القدماء first found metal وجدوا المعدن the rocks الصخور انا هختار ايه من تحت طبعا عايز اقول انهم ما وجدوا المعدن في الصخور في يعني ان في يعني ان فانا هختار ان اللي هي letter z طبعا رقم اتنين the apple التفاح to the box خد بالك اني to وجدها هو لا يحل السؤال ايه من تحت من حروف الجر بيجي معا to طبعا next to big war يعني next to the box طبعا number three the cat is of the chair طبعا في من حروف الجر تحت بيجي معا of هي اسمها ايه in front of in front of يعني امام طبعا انا اختار in front عشان وجود of طبعا he has a thin bird هو عنده لحية خفيفة his chin عند دقنه طبعا احنا هنختار under number six رقم ستة there is a snake يوجد صعبان the top of the top of يعني عايز اقوله على قمة the top of يبقى اسمها on the top of على قمة يعني on the top of على قمة i can see an apple انا اقدر اشوف تفاحة the table and the box في مكانينه طربيزة وصندوق انا شايف التفاحة طربيزة وصندوق يبقى بين الطربيزة والصندوق يبقى بين between there is a boy you got the door i can see him انا مش شايفه طالما انا مش شايفه طالما انا مش شايف الولاد يبقى behind the door خلف البان هنعمل correct هنصحح السؤال الاول i like walking the fresh air انا احب الماشي في الهوائق الطالق طبعا اسمها in the fresh air مش on اللي بعد كده there is an apple to طبعا to the box طالما في two هيجي معاها next two بجوار يعني next two i can see a book في مكانين the table and the disk المكتب والطربيزة يبقى انا هستخدمها هارف جر اسمه between the apple التفاح is of طالما في of the box يبقى اسمها in front of امام in front عشان في حرف جر اسمه of صغيرهم there is a cab يوجد cab the top of عايز اقوله على قمة يبقى اسمها on the top of طبعا علي is sitting next next زي بيجي معاها حرف جر اسمه two next two يعني بجوار there is a bin يوجد قلم الالم ايه the box بالنسبة الكتب تبقى بين بين يعني between between the box يوجد ألم بين الكتب my brother always puts his shoes the chairs under the chairs تحت الكراسي